السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتور محمد جمالي استحراوي دكتور في كلية التمريد جامعة بورسعيد النهاردة بصراحة هتكلم معكم عن السيرة الذاتية السيفي كان قدامي فرصة للعمل لخرجين المحهد الفن للتمريد ان هم يسافروا السعودية بدأت ان انا اتواصل مع بعض الخرجين دول وبدأت ان انا اقول لهم يبعتوا للسيفي علشان ان احاول ان احنا نفحصها ونشوف من اللي احنا هنعمل مع انترفيو ووجدت ناس كتير جدا متعرفش عن ايه سيرة ذاتية و متعرفش عن ان سيفي و ايه اصلا المحتويات بتاعتها فحبت ان انا اعمل الفيديو دول عشان اشارككم معايا مبدأيا السيرة الذاتية دي هي ايه السيرة الذاتية دي بتعبر عن الشخص اللي كاتبها بتعبر عن الشخص اللي بيقدمها بتعتبر بمثابت انها حاجة هو بيسوق بها نفسه يعني بيعمل لنفسه تسويق ماركتنج اه كمان بها بتتكلم عن الشخص ده بتتكلم عنه عن خبراته بتتكلم عن مؤهلاته بتكلم عن شخصيته بتتكلم عن السمات بتاعته بتتكلم عن المجموعة من الخبرات اللي هو بيمتلكها والمهارات عشان كده هي مهمة جدا جدا للاتنين للشخص اللي بيقدم للوظيفة وصاحب العمل للشخص اللي بيقدم للوظيفة لان هي بتعبر عنه زي ما انا بقلت وترسم صورة اولية ومبدئية قدام صاحب العمل او الشخص اللي هيفحصها اما صاحب العمل فهو بيقدر ان هو من خلالها يفرز السير الذاتية اللي متقدمه له في السئلة الذاتية يجب علي coverage من ربما يحضر السمات والمهارات الذي يحتاجها ما أفعله لا يستنيه ويستogال انه فالمخصص يحتاجها وبنفس ال permanente يحي intervenir فهي خطوة أولتي في مرحلة اختيار الموظف للتعاييم في وظيفاتهم إيمية ثم السيراس الذاتية دي لازم لها بعض السمات والخصائص اللي المفروض تكون فيها علشان تأدي الغرض بتاعها منها انها تكون بقدر المستطاع مختصرة وضقيقة وفيها جزء كبير جدا جدا ولم يكن يعني مية في المية صحيح يعني ماينفعش ان انت تحط فيها معلومة خاطئة او تزود حاجة من عندك وهي مش موجودة ماينفعش لان كل حاجة انت هتحطها في السيرة الزاتية دي لازم لها دليل لازم لها افدنس لازم لها مثلا انشهادة لازم لها اعتماد بورقة معينة بتوصية معينة المهم ان كل كلمة انت هتحطها هتكون لها دليل انت موجودة عندك او مرجع انت حطه علشان الشخص يستشهد به او يحاول فعلا يتحقق من خبراتك ومهاراتك وامكانياتك بالموضوع ده الحاجة التانية اللي المفروض تكون فيها انت المفروض متقدم لوظيفة ما المفروض تحاول تبرز لصاحب العمل او للشخص اللي هيعمل تقييم للسيرة الزاتية ديا المهارة اللي بيدور عليها فعلا يعني لو انا بيدور عن واحد بيدخل بيانات المفروض ان الشخص دوا يكون عنده مهارات معينة في التعامل مع الكمبيوتر والتعامل مع بعض البرامج منها الاس باس اس والوورد والاخر انت لو اخذ الدوارات ديا ماينفعش ان انت تحطيلي الكلام ده في الاخر خالص او في نص الكلام لا حطه لي في الاول في المهارات بتاعتك في الاول بحيث اول لما ابدأ ارى الجزء بتاع المهارات على طول ال ا ما عودش ان اللي ادور عليه وتعب لا على طول انت تكون موضح لي الحاجة اللي انا فعلا انا عاوزها اللي related to او بتتعلق بالوظيفة اللي انت مقدم له طيب عشان ما نطولش في الفيديو تعالوا نخش على طول في ان السيرة الزاتية ديا بتتكون من ايه اول حاجة واهم حاجة ان انت لازم تخط صورة شخصية لك بعد كده بتحط جزء كبير كده بنسميه البيانات الاساسية لصاحب السيرة الزاتية دي اول حاجة فيها الاسم بعد كده السن اه تاريخ الميلاد الجنس بتاعك او النوع بتاعك الديانة اه الجنسية هتقول لي ليه الجنسية اما انت ممكن تكون بتقدم على وظيفة مثلا في السعودية وانت في مصر او في الامارات اه متقدم للوظيفة دي ممكن يكون واحد مصري اردني سوداني فلسطيني سوري ايا كان فانت لازم تخط الجنسية لازم تخط كمان الحال الاجتماعي بتاعتك لازم تخط كمان العنوان لازم تخط ليك رقم تليفون ويحبزة لو كانوا اتنين علشان لو اتصل بيك مثلا او حد حاب يتواصل معك وتلاقي التليفون مثلا مقفول فانت خلاصها هيقدر انه يتواصل بالتليفون بالرقم التاني لازم تخط ايميل والاميل مهم جدا وضروري جدا لان الاميل بيساعدك في حكات كتير جدا اثناء التواصل الجزء التاني هو المؤهل الدراسي في المؤهل الدراسي بتكتب المؤهل بتاعك بس انت ممكن يكون معك اكتر من مؤهل يعني ممكن يكون معك مثلا ماجستير وباكالوريوس اسف وماجستير ودبلوما في حاجة معينة ودكتوراه كل الحاجات دي لازم تكتب بس بتكتبها بالتسلسل بتسلسل زمني يعني بتكتب الشهادة الاولى بتاعتك والي يكون هي الباكالوريوس او الليسانس وبعد كده بتكتب الشهادة بتكتب اسمها السنة اللي انت تخرجت فيها بعد كده بتكتب التأدير اللي انت تخرجت به بعد كده الجامعة اللي انت خدت منها الشهادة دي يعني انا لو هدي مثال هكتب باكالوريوس في التمريض سنة التخرج 2008 مثلا الجامعة جامعة بوسعيد التقدير امتياز مع مرتبة الشعر مش شرط يكون باكالوريوس ممكن يكون معهد فني ممكن يكون لسانس ممكن يكون ايا كان يعني بعد كده بتكتب الشهادة التانية بتاعتك او الشهادة التالتة او الشهادة حسب الشهادات اللي المفروض ان انت بتملكها الجزء التالت وهو ما يتعلق بالعمل السابق ليك او المسمى الوظيفي اللي انت كنت بتملكه قبل ما تقدم للوظيفة دي او اسناء ما انت بتقدم الوظيفة دي وبتكتب دون وبتكتب كمان الفترة الزمنية اللي انت اعدت فيها يعني انا كنت بشتغل وليكن في جامعة المنصورة في الفترة الزمنية من سنة 2010 حد 2017 اكتب كده اه كمان اكتب المكان اي سنكتب الخبارات بقي في العديد الخبارات بقى فيها سيعجيه اول فيها حضور الدورات التدريبية اي دورة تدريبية انت حضرت اكتبة اسم الدورة صوووووو تكتب التاريخ بتاع الدورة من كذا لكذا تكتب المكان اللي انت خدت فيه الدورة دي بالترتيب ده كده بعد الدورة التدريبية تكتب اي مؤتمر برضو انت حضرته وبنفس الكايفية اسم المؤتمر واسم الدولة اللي انت حضرت فيه والفترة الزمنية اللي انت حضرت فيها المؤتمر دوان من كذا لكذا وعقد فين كل تفاصيله نفس الكلام لو انت بتتكلم على ورشة عمل او ندوة برضو كل دوان هتكتبه لو انت عملت مشروع معين او بروجيكت معين في المكان اللي انت كنت بتشتغل فيه او زهمت في حاجة معينة في تطوير حاجة معينة حاجة خاصة بالجودة حاجة خاصة بنظام الرقابة والاعتماد اي حاجة من هذا القبيل بتكتبه دي كلها جزء بيخش فيه اطار الخبرات في نفس المكان بتكتب بقى اللغة الانجيزية بتاعتك عاملة ايه بتكتب الحاسب اللي عاملة ايه لو انت خدت دورة في اللغة الانجيزية بتكتبها في بشكل منفصل في بند تحت بند اللغة وتكتب اللغة الام بتاعتك سواء انت بتكلم اللغة العربية فانت بتكتب اللغة العربية وبعاكيا لو انت بتكلم انجليزي او فرنساوي او الماني برضو بتكتب دورة بتكتب المهارات بتاعتك بتاعت الحاسب قاله انت بتجيد استخدام برامج ايه زي مندلي والس ب اس اس والمايكروسوش اللي انت كل اللي انت البرامج اللي انت بتقدري تشتغل عليها اكتب معاك اكتبها واكتب السنة اللي انت اخدتها فيه. كل حاجة تخص الحاسب الالي اكتبها. الورد والباوربويند والاكسيل والاكسيس. برضو كل دون معنا بنكتبه. اه الحاجة اللي بعد كده هي لو انت كان لك اي اه منشورات. لك اي اه كتب بتنشرتها. ابحاث اه سهمتي فيها. كل دون انت لازم المفروض انها تكتبه. وده كله تحت باند الخبرات. من الحاجات اللي احنا ساعت بننساها برضو هي الانشطة الطلابية. الانشطة الطلابية اللي انا ساهمت فيها او شاركت فيها برضو ممكن اكتبها مفيش مشاكل خاصة لو انا حديث التخرج. لسه تم تخرج جديد بكتب ان انا كنت بشتغل كزا وفي وصفة كزا وعملت كزا وكزا اثناء ما انا كنت طالب في الجامعة او في الكلية. لو انا خدت جوائز وفزت بحاجات تشجيعية وتقديرية خاصة لو من الجامعة بتاعتي او من الدولة او حتى من المستشفى اللي انا كنت اشغال فيها زي شهادة التقدير او تكريم معين بيتكتب. او حصلت ان انا كنت مثلا الموظف المثالي او الممرض المثالي او ايا كان بكتبه. اا بكتب حتى لو انا اخد دورات على الانترنت ودي مهمة جدا يا جماعة. واحنا ان شاء الله هنعمل حلقة خاصة بالمواقع اللي بتدي دورات على الانترنت بتكون فري كمان. الدورات دي فري وكمان ممكن تديك شهادة. زي مواقع كورسيرا مسلا. هنعمل يعني ان شاء الله فيديو عنه. بس المهم من الدورات الانترنت دي دورات مهمة جدا. ويا حبازة لو انت تشترك فيها خاصة ان احنا في زمن دوقتي اا يعني فوقت الكوفيد دوا بيبقى صعب ان احنا نسافر ونتحرك ونروح عشان نحضر دورات اا اينا دورات. حاجة اللي بعد كده هي كل الاعمال المجتمعية اللي انت عملتها. والله انت شاركت في قوافل طبية اكتب. عملت ندوات تسقفية للناس اكتب. رحت مراكز صحية او ساهمت في حملة للتطعيمات او كل حاجة ساهمت فيها بخدمة للمجتمع اكتبها على طول. والنقطة دي مهمة جدا يعني العمل التطوعي ده مهم جدا جدا خاصة ان انت بتقدم لاي وظيفة خاصة لو كان يتعلق بالوظيفة اللي انت جاي تقدم تقدم فيه. في بعض المعارف والقدرات اللي انت المفروض اا اا تكون بتمتلكها وتكتبها وتبرزها للشخص صاحب العمل. منها ان انت بتقدر ان انت تشتغل اا جوه فريق وبتقدر ان انت تساعد الفريق او الاعضاء الفريق ان انتو تنجيز المهام المطلوبة منكم. منها ان ان انت بتقدر اا او اشراف بسيط ولا لازم قدر كبير جدا من الاشراف. اا هل انت بتتميز بقدر كبير من الفليكسابيلتي والمرونة اثناء ادائك للعمل. كل المهارات ديا انت المفروض يا اما تكون تبرزها للشخص لو هي عندك فعلا فتكتبها له عشان هو يقدر ان هو بيتعرف على السمات الشخصية اللي المفروض انها اللي المفروض انها عندك. زي مثلا برضو اا القدرة على ان انت تقدر ان ان انت تتواصل مع الناس بشكل جيد. اا تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بتاعت المرضى او العمل اللي انت بتشتغل في المكان بتاحهم. كل دي حاجات مهمة جدا لازم ان انت تبرزها لصاحب العمل. اخر حاجتين هم ان انت تبرز الاهتمامات بتاعتك والتجاربك السابقة. اا وممكن تحط الهوايات بتاعتك لو كانت اا مهمة. بس ما تجيش في الهوايات مثلا وتقول ان انت من هواياتك ان انت تقعد على الانترنت. ما هو دون حاجة هتوصل لصاحب العمل ان انت بتضيع وقتك. ودي حاجة مش كويسة. لكن حاول يكون الهوايات بتاعتك اللي بتكتبها تكون زي ممارسة الرياضة تكون حاجة اا فيها تحدي وحاجة فيها اا زي الشطرنج فيها حاجات لتنمية الكدرات اللي الزيانية. حاجة تشجع الشخص اللي اللي بيعمل لك الانترفيو بعد كده انه هو فعلا يحس ان الشخص اللي بدون دون يتحمل المسئولية وعلى قدر كبير جدا من الزكاء والفطنة انه هو مش هيضيع وقته او مش هيضيع حتى وقت العمل. من اا اخر حاجة زي ما انا قلت ان لازم تأيد الكلام بتاعك ده كله بالمراجع. يعني كل الشهادات اللي انت حصلت عليها لازم تاخد منها صورة كوبي وتحطها مع السي في في الاخر. بكده بنكون خلصنا الفيديو. ان شاء الله هعمل لكم فيديو مهم جدا جدا عن ازاي تكتاز المقابلة الشخصية. فاشترك في القناة عشان لما الفيديو ينزل ان شاء الله تتابعوا ان شاء الله. السلام عليكم.